لأول مرة نجد بعد طفان الأقصى في 7 أكتوبر تكالب زعماء العالم على الوصول إلى تل أبيب لدعمها فورا يعني شفنا بايدن بعد أيام هناك شفنا ماكرون شفنا سوناك ماكنوش بيعملوا كده في جارات الصراع اللي فاتت ليه؟ لأن هنا أصبح فيه تهديد لبقاء إسرائيل أو وجود إسرائيل في 7 أكتوبر 23 ما جرى في هذا اليوم وفي ساعات الأولى هو حرب تحطين أصنام حرب تحطين أصنام حرب تحطين الأصنام التي استقرت وعبدناها أو عبدها بعضنا طويلا 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 أهم سنة أن إسرائيل قوة لا تقارب طبعا هذا السنة كان قد حطيه من قبل 50 سنة بس جرت أمور معاكسة في 50 سنة فجاء السابع من أكتوبر لكي يمسح ما جرى في 50 سنة إسرائيل هي الأكثر تفوقا تكنولوجيا هي الأقوى هي الأكثر تدريبا نحن نريد أن نستجلب الحماية من إسرائيل ودي الفكرة الأساسية في جوهر فكرة اتفاقات ما يسمى اتفاقات أبراء اللي هي اتفاقات عقدت بين الكيان الاحتلال وبين دول لم تاخد مع إسرائيل حربا واحدة ولا بعيدة عن خطوط الدم التاريخية صحيح اتنين الذي جرى كمان انسحب على ما يسمى أجهزة الأمن وقدرة الإسرائيلية وغزة دي إيه ده 365 كيلو مترا وكأي بلد في الدنيا وكأي شعب في الدنيا يعيش في ظروف غزة أو لا يعيش فيها في عدد هائل من العملاء لأن كل شعب مقاومه وخوانته وإلا لم يكن شعبا وإلا جبتلي شوية ملايكة أو جبتلي شوية شعبين طبعا طبعا والشعب المصري الشعب في فلسطين أي شعب في الدنيا لا وإسرائيل مبدعة في تجنيد العملاء جاميل والظروف كلها مهيئة طيب كيف لم يمكن لهذه الإسرائيل أولا أن تواجه ما جرى صباح السابع من أكتوبر من التعمية الكاملة التي أجرتها كتائب القسام أو كتائب المقاومة لكافة أجهزة الشعرها ولكسر الجدار العازي اللي عاملاه اللي هو تكلف مليار دولار وتكنولوجيا متقدمة ومش عارف إيه والقبة الحديدية ففكرة والقبة الحديدية التي تصمت ضد كل الصواريخ والكذا والكذا ثم كل الانهيار فكرة فصل غزة عن المجموع الفلسطيني اللي هي فكرة مش إنها بتحب حماس أو بتحب فتح موزارة الأمور على الهوى دلوقتي تضبط إذا كانت هي بتكره حماس عشان ضربتها وأزالت حيبتها وحطمت صنمها طيب إيه رأيكو في عباس سلطة رمالة مع سلطة وديعة وفي تنسيق أمني وفي كذا قالك لأ برضو ما جيش ده معناه إيه؟ معناه إن اللي حصل في 7 أكتوبر كمان نسف فكرة تجزئة فصل غزة عن الضفة هما مفصلتان جغرافيا خلقة من يوم احتلال في 48 لكن كمان الاتصال السياسي عباس بيصار في النظر عن إن هو واخد الجانب الآخر المتطرف تماما لم يقبل به نتنياهو لأنه فلسطيني ومن هنا الحرب اللي موجودة الآن ليست حربا ضد حماس هي حرب لإفناء الشعب الفلسطيني الذي يشكل حاجسا مؤرقا لقالة الكيان والحريصين على بقاؤه إلى آخر الزمان وإلا كيف تفسر اسمو تريتش مثلا بيتكلم عن إنه طلعوا الناس بتوع غزة ده بره لده لرحة الشعب اليهودي كأن العالم كله يجب أن يكون مجندن عشان سيادة الشعب اليهودي ينم مرتاح ف